مولى عز وجل للي هياخد البطولة ألف مبروك واللي يعني ربنا مش هيكتبها له هنقوله بالتأكيد يعني عملت جهد رهيب جدا خلال الموسم وفي النهاية ربنا كاتب الكاس لمين طيب عشان برضو هاجري معاكو شوية وان شاء رحمن ممكن نمتد شوية عن الوقت يعني لكن خلينا اقولكو الدوري المصري يعني برضو هناخد عشر داية كده وربع ساعة وبعدين نستعرض الحالات او التشكيلات اللي ممكن يلعب بها التراجع عشان حالكو تبوا فاهمين الدنيا ماشي ازاي مع التراجع في غياب فرانك كومب وفي غياب شمس الدين الزوادي ممكن يلعب ازاي معين الشعبان الدوري المصري يعني رجع من جديد الزمالك مع حرص الحدود الزمالك بيتفوق على حرص الحدود اتنين واحد النهاردة كان فيه اربع مباريات نجوم اف سي بيحول الهزيمة من اتنين صفر لتلاتة اتنين في الشوط التاني طلع الجيش بيصحو ويفوز على الجونة خمسة صفر خمسة صفر تخيلوا واسموحا بيتعادل مع الدخلية واحد واحد والمقاولين العرب واول فوز لكابتن عماد النحاس مدرب كفء جدا وهيبقى له متستابر رهيب جدا بإذن الله عماد النحاس بيتفوق يعني على الانتاج الحربي كابتن مختار مختار التلميذي يتفوق على الاستاذ بهدفين رغم ان هو كان مطروض منه واحد محمد سوسة تم طرده تقريبا في الدياربعة وستين او تلاتة وستين حاجة كده يعني الحقيقة انا مبارح في يعني الناس كتير جدا بتتكلم على مباراة الزمالك وحرص الحدود انا فات مني حوالي بتاع يعني نوص ساعة خمسة وتلاتين ديئة من المباراة لاني عدت مستنيها في قناة كان مسؤولي الناس زمالك قالوا ان هي المباراة هتتزعى في قناة والمصممين انها هتتلعب عليها فانا كنت منتظر المباراة دي على القناة دايت لكن للأسف يعني بعد شوية ما لقيتش ابدا المباراة مزاعة فكلمت واحد صاحبي زمالكاوي فين المباراة فقال انت كنت بتقوله كذا فقال لي عم انت بتصدق فحولت على طول للموضوع مرة تانية وتفرجت على اللقاء انا هو الحاجة موسيقى